تباطأ معدل الإصابات والوفايات الجديدة بفيروس كورونا في إسبانيا مرة أخرى في الوقت الذي بدأت فيه البلاد التي تعاني من إحدى أسوأ موجات الجائحة في العالم رابع أسبوع من الإغلاق التام تقريبا ويوم السبت ارتفع عدد المتوفين بالمرض التنفسي شديد العدوى كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس إلى 12,418 وهو أكبر عدد من الوفايات في دولة بعد إيطاليا ومع ذلك فإن عدد المتوفين خلال الأربع والعشرين ساعتنا المنقضية طبقا لوزارة الصحة وهو 674 شخصا يقل عن عدد الوفايات أمس السبت والذي بلغ 809 أشخاص شكرا